كثير من أحبائنا المسلمين كثير مرات بيخلطوا الموضوع بين لما بنتكلم عن إنسانية المسيح وعن لهوت المسيح فبيجيبوا آية ها شايف كيف هاي الآية بتقول إنه المسيح إنسان طبعا أي إنسان بيقرأ العهد الجديد لابد أن يصطدم بهوية وشخصية يسوع المسيح الكامل ولابد أن يتساءل من هو هذا حتى الجموع سألت من هو هذا فالنتيجة أحبائي كثير مرات بنخلط بين إنسانية المسيح وبين لهوت المسيح فمثلا كنت بتكلم مع شخص بقول لي شايف في إنجيل يحن مكتوب أو قال يسوع وأنا إنسان قد كلمتكم طب ما حتى هو بقول عنه عن نفسه إنسان وهل في أي مسيح لا يقول إن المسيح يسوع هو إنسان نعم هو إنسان كامل بلا خطية لكن في نفس الإصحاح قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن فبتشوف إنسانية المسيح وبتشوف لهوت يسوع المسيح وهذا مهم جدا هذا يعني ما ننادي به كمسيحيين وجماعة المسيحين مش جماعة متخلفين مش عارفين نفهم كتابنا ولا عارفين نفهم شخصية يسوع المسيح خلي بالك إنه إحنا في عنا علم بيسموا علم النقد يعني إنك فيك تدرس كلمة الله وتدرسها وكثير ناس لا تتطفق مع كلمة الله لكن اللي عاوز أقوله فيه يعني معلمين باحثين علماء اللي إذا درست كل الإختراعات وكل العلم اللي تطور هو من علماء مسيحيون آمنوا فعلا بيسوع المسيح الكامل إنسان كامل وإله كامل ما هيش مجرد فبركة مسيحية آه المسيحيين جماعة من المساكين ضايعين مش فاهمين وين الله حاطتهم لا 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 المسيحي يبحث ويفتش ويدرس وشخص عقلاني بيدرس العهد القديم بيدرس العهد الجديد بيدرس تاريخ الكنيسة بيدرس هوية يسوع المسيح ثم يأتي إلى الاستنتاج العظيم إنه إما أن يؤمن بالمسيح المخلص أو يرفضه رفضا باتا هذا ما نتكلم عنه بكل وضوح اشتركوا في القناة